السلام عليكم شرعنة جريمة التغيير الديمغرافي في سوريا هذه الشرعنة هي عدوان على تاريخ وحضارة وانتماء سوريا تجري هذه الشرعنة من خلال عاملين يعملان كفكي كماشة يطبقان على سوريا شعبا وتاريخا وحضارة لتمزيقها وتفتيتها العامل الأول داخلي يتمثل في سن القوانين اللازمة والتجنيس على أساس طائفي شيعي والأحكام القضائية المزورة كمثال صارخ القانون رقم عشرة الذي يشبه تماما وعد بلفور يشبهه بكونه ممن لا يملك لمن لا يستحق من لا يملك بشار الأسد ونظامه الطائفي أصحاب الملك شهداء معتقلون مهجرون من لا يستحق محتلون إيرانيون وطائفيون شركات مساهمة العامل الثاني خارجي وهو الدستور الموعود الذي يفصل بغياب السوريين أصحاب الحق والأرض دستور تضمنه الدول التي احتلت سوريا والتي ساهمت في قتل وتهجير السوريين روسيا أمريكا وترعاه الأمم المتحدة التي رعاة تعمليات التهجير عبر جريمة مزدوجة أيضا تهجير قسري إلى ملاذات غير آمنة ديمستورة واجهة دولية تصنع خليطا في زمن الحرب تسميه لجنة دستورية لأجل كتابة دستور يسلب سورية هويتها وانتماءها وصولا إلى فدرالية تكون فيها سوريا الجديدة بلا طعم ولا لون ولا رائحة إلى سوريا لا تكون جزءا من العالم العربي والإسلامي لا لدستور يشرعن جريمة التغيير الديمغرافي في سوريا